هل دخلت العملية السياسية باعتقادك مراحلها الحاسمة أم كيف تقيم هذا التصريح من الواضح تماما أن التصور للعملية السياسية الجارية الآن أو ما تعرف بالتسوية هي بنيت على أن تسهب مرحلة بعد أخرى وهي بنيت على أساس متدري يسهب مرحلة إلى أخرى الآن ما يعرف بالمرحلة النهائية أو الأخيرة للعملية السياسية أيضا تأسست على فكرة اندياح الماء دائرة بعد دائرة يعني من الواضح تماما الحديث عن أصحاب المصلحة وعن آخرين من غير الموقعين على الاتفاق الإطاري يجب أن تشملهم ما تبقى من ملفات الفترة الانتقالية والإشراك في النقاش وهكذا هي فكرة لسحب أقدام آخرين ظلوا بعيدا عن طاولة التوقيع على الاتفاق الإطاري ولديهم رأي ولديهم احتجاجات واعتراضات وكيفية وهكذا وشعور بأن هناك من استأثروا بهذا الفضل أكثر منهم وأن هناك مجلس مركزي أصبح له السبق في هذا الأمر هم لا يريدون أن يأتوا مدرجين تحت هذا الجهد الذي تأسس على عظم الظهر في المجلس المركزي الحرية والتقيير وهكذا هذه عقد نفسية تتعلق بالأشخاص الآخرين لكن يبدو أن دوائر الاندياح كاندياح الماء أنت ستجد أن هذا الماء قد ابتلت به أقدامك وأنت بعيد أنت لم تخطو خطوة تجاهه لكن حركة الموج الذي يأتي من هذا الساحل يبدو أنه سيسحب أقدام أخرى أيضا في ظل هذه الرمال التي قابلة للتدحرج وسحب الأقدام نسمع عن مجموعة تتحدث عن 95% من التوافق حول ما تأسس عليه الاتفاق الإطاري كانت هي بعيدة جدا الآن تتحدث بحضرة محمد حمدان دقلو عن أنها وصلت إلى هذا المصاف البعض يقول أن هذه المجموعة ما هي سوى حركتين وليست كتلة الكتلة الديموقراطية نعم هذا الصراع مستمر ما سحف هذا التصريح يعني عموما بغض نظر عن سحبه أو قير سحبه وطالما أنه رشح وطالما أن هناك تسجيل شهده الناس جميعا وأشخاص كانوا مجتمعين مع نائب رئيس المجلس السيادي وقالوا ما قالوا في النهاية الأمر هذا يؤكد أن هناك نوع من التخلق في المواقف المواقف ليست جامدة تماما هم يتحدثون عن أنها قد دخلت مرحلة حاسمة أنا أعتقد أنها صممت بشكل وكيفية وبطريقة إدارة وهندسة معينة القصد منها أن تدري أو لا تدري تستشعر أو لا تستشعر ستجد نفسك فجأة قد دخلت في دائرة هذه العملية هذه العملية تغري السلطويين والمتطلعين إلى الوجود في السلطة في الخبر بناء جيش مهني حسب الألية الثلاثية تطلب مشاركة واسعة طيب أستاذ اليمين ما هو المقصود بالمشاركة الواسعة هنا نعم عندما تجد تصريحات لغاية الجيش ويقول بأن شأن إصلاح المؤسسة الأمنية والعسكرية لا أحد من المدنيين له به علاقة وأنه لا يعترف سوى بحكومة منتقبه التي من حقها أن تناقش المسألة المتعلقة بالجيش وعندما تأتي رسالة من الآلية السلسية بأن المشاركة في ملف مسألة الجيش السوداني والمنظومة العسكرية وإصلاحها والتأسيس لجيش وطني موحد قومي بعقيدة جديدة هذا الأمر يجب أن يشارك فيه غير العسكرين هذه الرسالة تعني أنه مفتوح لمشاركة آخرين من غير العسكريين وبالتالي هؤلاء الآخرين يمكن أن تكون هي حركات مسلحة ويمكن أن يكونوا ساسا مدنيين أنا أعتقد أن هي أيضا رد بشكل غير مباشر هناك الآن حوار غير مباشر يدور من منصات مختلفة عندما يخرج غاية الجيش ويتحدث ويقول الخارج ما الخارج وما أدراك ما الخارج هي رسالة متعدية لطرف لا علاقة له بهذه القرى التي تم افتتاح الآبار فيها لكنها منصة لإيصار رسالة إلى آخرين عندما تتحدث عندما يكتب فوركر بيرسو وبالعيش وإسماعيل هذا المقال أيضا هي رسائل أنا أعتقد أن هناك شكل من أشكال رسائل متبادلة الآن هناك رسائل في الأسير وفي الفضاء ممتدها تلتقطها محطات كل محطة تدرك أن هذه الرسالة تعنيها على وجه الخصوص أعتقد أن هذه هي طريقة أخرى جديدة من طرق الحوار ما بين الأطراف المتقاطعة يعني هذه الرسائل تبلغ وهذه الرسائل لا بد أن يصبح عليها شكل من أشكال الرد وأحيانا هي رسائل تخويفية هي رسائل استعلائية هي رسائل تؤكد أننا قادرون على فرض هذا النمط الشكل من أشكال الحوار وهكذا ولكن هناك من ذهب بعيدا وقال بأن الأهلية الثلاثية قادر على إنهاء العملية السياسية بشكل ناجح الأهلية السياسية من الواضح تماما أنها الآن قد أحكمت الطوق على يعني لمجرد أن الجنرالات قد وقعوا على الاتفاق الإطاري أعتقد أن هذا قد وضع خطة مفاصلة بين مرحلتين وبالتالي العنصر الذي يسير القلق في احتمال نجاح أو عدم نجاح هو المكان العسكري أصلا لطالما أن المكان العسكري قد انخرط في العملية وذهب وأصبح جزء من الاتفاق الإطاري وأصبح هناك طرف داخل المكان العسكري هو لا يوجد الآن مكان العسكري بمعنى موحد أنا أعتقد أن الدعم السريع قد اختطى مسارا مختلفا وبدأ هو أكثر تماهيا مع فكرة العملية السياسية وأكثر قربا من الحرية والتقيير المجلس المركزي بل انخرط بشكل مباشر في هذه المؤتمرات التي تسمى بالمرحلة النهائية وهناك ممثلون للدعم السريع صحيح أنا أعتقد أنه الآن برضو المصطلحات بحاجة لعادة التعريف ما الذي نعنيه بالمكون العسكري هناك الآن مكونان العسكريان هناك مكون منخرط تماما في العملية السياسية بالكامل وهو شريك فيها بشكل مباشر وهناك مكون ينتظر نتائج هذه العملية وفي النهاية هو سيبصم عليها تحت وطأة ضغط الدولي الكثيف الذي جعل محمد حمدان لقل ويتحدث عن أن هناك من وضع لهم أرجلهم على أعناقهم وبالتالي هذه القضية تبدو واضحة أنا في تقديري أنه لا سبيل هذه صممة العملية لكي تنجح لم تصمم لكي تفشل لأن كما ينسب لموليبي مساعدة الدراخرية الشؤون الأفريقية أن هذه العملية على كل الإغليم أن يعلم أنها عملية رمت الولايات المتحدة بثغلها وراءها ولن تسمح الولايات المتحدة بفشلها بفشلها طيب نمضي إلى سودان